أغرب العادات حول العالم والثقافات الشعوب المختلفة الإنسان بطبيعته يميل إلى التغيير هروباً من الشعور بالملل والروتين اليومي المتكرر ومن أفضل الطرق التي يلجأ إليها الإنسان لتجديد طاقته وإحداث تغيير ملحوظ في حياته هو السفر لأماكن مختلفة لكي يتعرف على أناس جدد وثقافات مختلفة يشاركهم لحظاتهم الفريدة ومعتقداتهم المختلفة وتعلم كل ما هو جديد لأن الإنسان يجد متعة كبيرة في التعلم والتعرف على ثقافات الغير فهي بنا نجول حول العالم ونتعرف على أغرب العادات في مختلف البلاد رمي الحذاء في فنلندا تشتهر فنلندا بالغابات والمساحات الخضراء الواسعة والمناظر الطبيعية الخلابة ويعد رمي الحذاء أحد الرياضات المشهورة في جمهورية فنلندا حيث يتعين على المتسابقين رمي الحذاء إلى أبعد نقطة ممكنة وأحيانا يكون الحذاء مملوءا بالماء تتطوع بعض الجمعيات في فنلندا بتنظيم هذه المسابقات ووضع قواعد اللعبة فمثلا قد يتطلب رمي الحذاء في وضعية الوقوف وقد يسمح للمتسابق بالجري لعدة خطوات قبل رمي الحذاء وتعد هذه الرياضة من الرياضات الممتعة والتي تنتشر في فصل الصيف مهرجان وليمة القرود في تايلاند في مدينة اللابوري بتايلاند يعيش مجموعة كبيرة من قرود الماكهاو والتي يعتقد سكان المدينة أنها تجلب الحظ الجيد للمدينة وكرغبة في التعبير عن الشكر لهذه القرود يقوم سكان المدينة بإعداد وليمة كبيرة في آخر أحد من شهر نوفمبر كل عام على شرف قرود الماكهاو ويبدأ الاحتفال برقصات متنوعة من قبل أشخاص يرتدون أزياء تنكرية على شكل قرود وعند وصول القردة يرفع الغطاء عن الموائد ليكشف عن كمية كبيرة من الفواكه والخضروات وضعت بشكل هرمي أو بعدة أشكال مزينة تستقبل تايلاند عددا كبيرا من السياح كل عام لحضور هذا المهرجان والاستمتاع بعروض القردة وحركاتهم المضحكة أثناء تناول الفواكه والخضروات حمل الزوج للزوجة فوق الفحم المشتعل في الصين تعد هذه العادة من أغرب العادات في العالم وهي موجودة لدى بعض القبائل الصينية حيث يتعين على الزوج حمل زوجته والسير بها فوق فحم مشتعل عار القدمين اعتقادا منهم أن ذلك سيساعد الزوجة على الولادة بسهولة كما يؤمن البعض بأن ذلك سيمنع حدوث الكوارث الطبيعية قد يقوم الزوج بهذه العادة حين ينتقل الزوجان لمنزل جديد وقد يقوم بتأجيلها حتى تصبح الزوجة حاملا ترك الطبق فارغا يعتبر ترك الطبق فارغا بعد تناول الطعام في الهند واليابان من العادات المحمودة فهو يشير إلى أنك استمتعت بوجبتك حتى أنهيتها وهو من قواعد الذوق والتقدير ولكن مثل هذه العادة مذمومة في أماكن أخرى مثل الصين فيتشير إلى عدم الإحساس بالشبع وهو أمر غير مقبول تكسير الخزف لجلب الحظ بألمانيا قد تبدو هذه العادة غريبة لكن وراءها هدفا صالح في ألمانيا يجتمع الأهل والأقارب والأصدقاء بعد حفل الزفاف في منزل العروسين وفي مشهد عبثي يقومون بتكسير الأواني والمزهريات الخزفية داخل المنزل إيمانا منهم بأن ذلك سيجلب الحظ الجيد للعروسين وكذلك يتعين على العروسين تنظيف المنزل بعد مغادرة الحضور مما يساعدهم على تقدير قيمة التعاون لزواج ناجح وضع حلقات النحاس حول الرقبة من أغرب العادات في العالم هي تلك العادة الموجودة بقبيلة كايان بتايلاند وفيها يقوم الأهل بوضع حلقة من النحاس حول رقبة الإناث كل عام ابتداء من عمر خمس سنوات تقريبا وتعد هذه العادة من عادات الجمال فهم يعتقدون أن ذلك يساعد على إطالة الرقبة وهي أحد علامات الجمال على الرغم من أنها عادة مضرة صحيا وتضعف فقرات الرقبة بسبب ثقل وزن حلقات النحاس المتراكمة فوق بعضها حول الرقبة مهرجان الجبن في إنجلترا يقام هذا المهرجان في إنجلترا كل عام على أحد التلال المعروفة باسم التلة هيل كوبر في مدينة كوتسيلز وهي عبارة عن مسابقة يتم فيها دحرجة كرة من الجبن من أعلى التلة ومن ثم يندلع عدد كبير من المتنافسين وراءها في محاولة منهم للإمساك بكرة الجبن قد يبدو الأمر سهلا لكن يتعرض المنافسين للإصابة أحيانا أثناء المسابقة أو ربما التدحرج أكثر من مرة والإصابة بالجروح إذا كنت من محبي الاستطلاع واستكشاف ثقافات الشعوب المختلفة أخبرنا بأغرب العادات التي سمعت عنها